أعلن رئيس القرغيزي سرون باي جيني بيكوف استقالته من منصبه وأكد أنه لن يقبل أن يكون في تاريخ بلاده كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه وقال الرئيس القرغيزي في كلمة استقالته أنا لا أتمسك بالسلطة لا أريد أن أبقى في تاريخ قرغيزيا كرئيس سفك الدماء وأطلق النار على مواطنيه لذلك قررت أن أستقيل وأضاف جيني بيكوف في كلمته أدعو المعارض الصادر جاباروف وغيره من السياسين الآخرين إلى سحب أنصارهم من العاصمة وإعادة الحياة الآمنة لسكان بيشكيك لا توجد سلطة تساوي وحدة شعبنا وتوافقه الاجتماعي وأعرب عن أسفه من استمرار العنف والمطالبة باستقالته مشيرا إلى أن الوضع الحالي بات قريبا من اندلاع صراع من شقين بين المحتجين وأجهزة إنفاذ القانون الذين قد يستخدمون القوة لحماية مقرات الدولة